الحاكم وابنة المزارع حكاية من التراث الألماني كان يا مكان في قديم الزمان وفي إحدى قرى ألمانيا عاش رجل فقير وابنته وقد قاما بتقديم عريضة إلى الحاكم يطلبان فيها قطعة من الأرض فأعطاهم الحاكم قطعة أرض سخرية ما هذا؟ عندها صخرة كبيرة جدا هيا إنه عمل متعب انظري ما هذا؟ لو لم يمنحنا الحاكم والطيب هذه الأرض لما عثرنا على هذا الهاون الذهبي هيا نهديه إلى الحاكم لكننا إذا فعلنا ذلك يا أبي سيعتقد الحاكم بأننا قد أرسلنا له الهاون واحتفظنا لأنفسنا بالمدقة دعنا نبحث عن المدقة أولا كلا كلا أنت مخطئة يجب أن نهديها له نعم نعم اوه اوه لقد زائمت هذا الاجل اريد ان اكل شيئا مختلفا نعم اوه 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 لقد وجدت هذا الهاون الذهبي في ارضي ارجو ان تقبله هدية مني اوه 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 اذا ماذا تفعل هنا ها اوه 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 كان يجب ان استمع لابنتي لم اكن اعتقد بانها بهذا الذكاء لا يريد ان يأكل الخبز ويقول انه كان عليه الاستماع لابنته الذكية اه حسنا احضر ابنته سوف نرى ان كانت ذكية ام لا سوف نرى اوه اوه مولاي ارجوك اوه يا لها من فتاة جميلة هيا دعي دعي ارجوك يا مولاي اتوسل الي اوه حسنا انا موافق شريطة ان اختبر ذكائك اولا فاذا نجحت اطلقت سراحة ابيكي وتزوجتكي مين انا غير معقول سمعت بانك فتاة ذكية فان استطعت حال اللغة تزوجتكي ما رايكي فهمت قصدك وجدتها نعم وجدتها هل تستطيعين المجيء إلي بدون ملابس شريطة أن لا تكون عارية ودون أن تركبي جوادا أو حربة وأن لا تسيرين في الشارع أو تخرجين منه أيضا ما رأيك بهذا اللغز؟ إنها صعبة سأحاول أرجوك أن تنتظر ها هي قادمة لقد لفت جسمها بالحبال فهي ليست عارية لكنها لا تركني الملابس ولا تركب الجواد لا تلبس شيئا لكنها ليست عارية لم تركب جوادا أو عربة ولم تمشي بالشارع ولم تخرج عنه فقد مشت على الحافة الفاصلة بين الشارع والحقول إنك ذكية سوف أطلق صراحة أبيك وسوف أتزوجك جيد ومرت ثلاث سنين ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ما هذا الجدال؟ لما تصرخ؟ هذا المهر ملك لي كلا كلا إنه يرقد تحت بقرتي إنه لي يا سيدي لماذا هذا الجدال؟ اسمع يا سيدي لقد أنجب جوادي العزيز هذا المهر الجميل لكن المهر يرقد تحت بقرتي فهو لي دون شك يا مولاي حسنا سوف أصدر حكبي إذا رقد المهر تحت البقرة فهو يخصها فالصغار تعود دائما إلى دويها ما غير صحيح إنه لي أرجوك أن تساعديني أنا بحاجة إليك أرجوك سوف أساعدك ولكن لا تخبر أحدا أبدا هل تفهم؟ أعيدك بذلك حسنا استمع إلي أيها صبي ماذا تفعل هل جننت؟ أخبرني هيا إنني أقوم باستياد السمك يا سيدي وكيف تصطاد السمك في الشارع؟ اذهب إلى النهر إذا البقرة قادرة على أن تلد مهرا فأنا أستطيع استياد السمك في الشارع فكرة من هذه إنها ليست فكرتك هيا أخبرني من أوحلك بها هيا بسرعة كلا لقد فكرت فيها بنفسي مستحيل هذا لا يمكن كنت طوال ليلتي أمس أفكر بالأمر يا سيدي لا تكذب أيها الصبي سوف تندم إن لم تقل الحقيقة حسنا حسنا سوف أخبرك إنها السيدة كلا كيف تجعلينه يسخر مني هكذا؟ اذهبي في الحال لا تلبثي معي أبدا هيا اختاري الشيء الوحيد الذي تعتزين به من القصر ارحلي حسنا ولكن لنحتفل قبل أن نفترق حسنا لديه حسنا لديه حسنا لديه حسنا لديه أشعر بالنعاس نعم اشتركوا في القناة أين أنا؟ كيف جئت هنا؟ استيقظت يا عزيزي ماذا تقولين؟ سيدي لقد سمحت لي بأخذ أعز الأشياء إلى نفسي من القاصر لذا اخترتك أنت يا مولاي لأنك أهم شيء في القاصر يا لكم الذكية فطن الحاكم لحماقته واعتدلت تصرفاته فأصبح حاكما طيبا فاضلا والفضل يعود في ذلك لزوجته الذكية